أما هلأ سلمة بننتقل لأولى محطاتنا لليوم برحلتنا الصباحية رح نحكي عن نوضوع كتير مهمة كتير من الناس يمكن سلمة بتبتلك قدرات جيدة ومهارات ممكن تخليها ناجحة بمجال عملة وتتفوق يمكن وتحصل على درجات عالية ويمكن تنتقل من مكان لمكان بسبب هاي المهارات والقدرات لكن بيكون بعض الأشخاص ما عم يقدروا يحقوا هذا التقدم بسبب مشكلة قلة التواصل أو عدم معرفة التواصل الصحيح أكيد نورو اليوم بأول فقرة من فقراتنا رح نحكي عن عالم التنمية البشرية وكيفية تعزيز التواصل بين الأشخاص لحتى يقدروا يكونوا قادرين على أبراز مهاراتهم وقدراتهم اللي بيتمتعوا فيها بشكل صحيح ويعبروا عن نفسهم طبعا كل هاي التفاصيل وغيرها رح نناقشها مع ضيفنا بالستوديو طبعا مدرب التنمية البشرية الأستاذ وجيه البني سعادة وقاتك وأهلا وسهلا فيك يا سعادة صباح حقون أهلا وسهلا فيكم يا سعادة صباح حق خلينا بالبداية قبل ما نفوت بلب الموضوع لأنه موضوع جدا مهم عم نحكي عنه اليوم خلينا نعرف للناس مهارات التواصل شو هي يعني لم أقول شخص بيعرف التواصل بطريقة صحيحة وعنده علاقات كتير مهمة بالشغل الشخص لا مع أنه هنا بيشتغلوا بنفس المجال هذا بيمتلك مهارات التواصل ممكن كتير مهمة شو هي أساسا مهارات التواصل الصحيحة؟ التواصل هو عملية تفاعل تفاعل بين شخصين بين شخص ومجموعة هدف الأساسي هي عملية التواصل هي تبادل معلومات أو أفكار أو حتى مشاعر فنحن اليوم الإنسان بحث ذاته كائن اجتماعي ما بقدر يعيش من عزل عن البقية فهو بحاجة لهذا التواصل هلأ شو يعني مهارة؟ المهارة هي قدرة على استخدام هذا التواصل بالطريقة الأفضل طبعا هي تتباين بين الأشخاص في أشخاص عند هاي المهارات بتكون أعلى من بعض الأشخاص مثل ما أنت حضرتك ممكن نلاقيهم ناجحين أكثر بالحياة لأنه هنا عبدوا يتفاعلوا مع أكبر كمية من الأشخاص ضمن هذا المجتمع اللي عايشين فيه طيب خلينا نحكي شوي في عوامل بتأثر كمان بالمحيط أحيانا وبالأشخاص لتخليهم ما نقادرين يكونوا يعبروا عن نفسهم بشكل صحيح أو يستثمروا مهاراتهم كمان نحكي عن هاي العوامل بعدين نحكي بتفاصيل تانية كيف ممكن نعزز مهارات التواصل مثل ما قالت إلتي حضرتك البيئة البيئة هي أساس بعملية التواصل نحنا منقول عملية التواصل تتشكل بين أكثر من فئة أول شي نحنا بحاجة لمرسل اللي هو عنده هذه الرسالة اللي بدأ يقول لها وشخص المستقبل بيناتهم في الرسالة والوسيلة استخدام الوسيلة اللي بدأ يمشي فيها وكل هاتهم ضمن بيئة الأشخاص اللي ما بيكونوا مرينين بالبيئات هن الأشخاص بيكون عندهم مهارات أضعف يعني على سبيل المثال ممكن يكونوا شخصين متزوجين مع بعض بالبيت وبالعمل طريقة التواصل تختلف بيناتهم مع أنه هن نفس الشخصين شو اللي يختلف البيئة فنحنا حقيقة نحنا أوقات من عمم طريقتنا بالتواصل بجميع البيئات اللي نحنا عم نروح عليها وهذا غلط؟ وهذا طبعا نحنا في مجموعة من القواعد اللي أنا بمشي عليها طبعا صحيحة بس بالمقابل بدي احترم البيئة اللي أنا رايح عليها لأنه إلي عادات الثقافات العادات الثقافات اللي بالبيت هي غير العادات الثقافات اللي بالجامعة هي غير العادات الثقافات اللي بالعمل هي غير العادات الثقافات اللي بغير مجتمع تاني فأنا بدي يكون مرين ضمن هذه البيئة إضافة لأني يكون عندي مهارة أني أنا أفهم الأشخاص التانين كمان كتير مهم أنه أنا أعرف ذاتي وأعرف الشخص اللي مقابيلي بدي يبلش بذاتي بشانك احنا منقول يمتلك ذكاء عاطفي شو يعني ذكاء عاطفي يعني ان انا افهم حالي افهم شو الشي اللي بيخليني كون مبسوط شو الشي اللي بيخليني كون منزعج وكمان افهم الشخص التاني لأعرف اتواصل معه بالطريقة الصحيحة ذكرت نقطة مهمة خلال حديثك استاذ وجيه الزكاء العاطفي هو من اهم مهارات التواصل خلينا نحكي عن اهم المهارات التواصل اليوم ليكون في تواصل فعال مع الاخرين يعني ذكرت يمكن من اهم هو الزكاء العاطفي فيه كمان اسوس اخرى خلينا نضوي عليها شوي طبع من اهم هذه المهارات هي اول شي استخدام التعبير الصح تمام اول شي نبلش بالتعبير الجسدية لغة الجسد يعني بتشكل من مهارات التواصل اكتر من 50% يعني اني انا استخدم لغة جسدي صح اثناء التواصل كثير بتريحني اثناء عملية التواصل يعني الجسد مع صوت نبرة الصوت لحال نبرة الصوت بتشكل بحدود مع نو 30% والكلمات بتشكل 7% فقط يعني اذا انا عندي لغة جسد صحيحة نبرة الصوت صحيحة اخر شي الكلمات ممكن تكون هي بتساعدني اكتر للتعبير نبدأ بالتعبير للغة الجسد هي كل شي العلاقة بتعبير جسدي تبدأ من الرأس اللي هي العيون اني انا وقت احكي مع الشخص اني اتوجه بنظرات العيون الابتسامة التطابق المشاعر يعني اذا انا شخص احكي لي موضوع حزين لازم كلغة جسد اعطي هذا الانطباع والعكس صحيح حدا بيقول لي خبر مفرح ما بيصير انا اكون اذا دي تواصل بشكل صحيح اني انا اعطي انطباع حزن شي تاني نبرة الصوت نبرة الصوت كتير مهمة اني انا نوع بكلام فيها اعرف امتى حقيقة انا وطي صوتي امتى عالي صوتي امتى التوقفات تبعيتي كتير اوقات الجملة بتتغير يستغير توقف انا وين عب بحكي الكلمة اللي انا بدي اقولها اخر شي الكلمات استخدم الكلمات اللي هي كمان صحيحة اللي نقل هذه الرسالة فهي واحدة من المهارات اللي بقولها كثير اني انا استخدمها بالتواصل الصح عندي اي مهارة تانين هي مهارة انصط كمان من ضمن مهارات الان اقي انا اسمع الشخص انصط له افهم شو اللي يعبي اقوله فهدولة اكتر مهارتين اني ان انا لازم Evan thanked لكون او او يعني من الاكتر المهارات اللي لازمכלوا انا with me انا عندك اليها اليه لكون متواصل جيد طيب كمان استاذ وجيهي يعني اليوم اللي بنقول الاستماع في كتير اشخاص بيخلطوا بين الانصاط والاستماع يعني انو انا اوكي عطيك ادنيه بس انا مخي مو معك اصلا يعني غير لما شخص بيكون عم فعلا عم يسمعك بكل متل ما بيقوله بكل جوارحه ومتأثر باللي انت عم تقوله غير نحكي عن هاي التفاصيل انو هاي كتير بتأثر كمان بردة الفعل اليوم انا اذا بدي شوف شخص عم يتعامل معي بمتل ما بيقوله طناش او برود او هاي معد احكي معه يعني بالنهاية معد اتواصل معه مية بالمية فواحدة من الاساس اللي التواصل الصح اني انا افهم اللي عبين قال لا اقدر جاوب دعما نقول احنا مدخل صح بيكون مخرج صح الانصاط هو اللي شو بيفروع عن الاستماع اني انا اسمع وافهم الكلام تمام ومتل ما انت حضرتك تماما مو بس افهمه ككلام افهمه مع مشاعر لانه اوقات الكلام نفسه بتختلف بالمشاعر الشخص اللي عبي اولى وبالقصد اللي انا بديها مية بالمية فى الانصاف اني انا افهم الكلام وافهم المشاعر لقدر انا رد على هذا الشخص بالطريقة الصحيحة بس انا هذا الشخص يبلش عليه رد بالطريقة الصحيحة صار فيه ثقة متبادلة هذا الثقة المتبادلة بتخليني انا دائما ارجع لهذا الشخص في حال عندي اي مشكلة او عندي اي اقتراح او اي معلومة اولى انا مرتاح انه هذا الشخص عاب ينصط لي طبعاً أنا مو بس مثل ما قلت حضرتك أبقى أنصط له أني أنا بطلع فيه لا أنا بدي أفهم الكلام اللي عبيقوله بدي أعطي تعابير يعني أنا إذا شخص هو عبيحكي معي فلازم مثلاً يكون فيه تواصل بالعيون لازم إذا أنا شغلة فهمت هزله براسي لأنا عب بسمعك عبقى أنصط لك فينك التابع إذا فيه شيء بده إعادة فأنا ممكن وقفه خليه يعيد لأفهم أكتر شو اللي عبين قال كثير هدول المهم أني أنا وقتها أكون فيه إنصات كل هاي الطرق استخدمة للطريقة الصحة أني إنصت لهذا الشخص ويمكن أستاذ وجيه نشوف بحياتنا كثير من الأشخاص تمتلك هذه المهارات يعني عندها الزكاء العاطفي بدرجة كثير عالية لا لكن لا تمتزي ناقب تلك هاي القدرات يعني كثير فيه ناس مخشوشين فيها بس عندها مهارات تواصل غريبة عجيبة أنا بسمية يعني الشخص بيعمل هالة لحال وعنده قدرة للتواصل أساساً بس هو ما يمتلك كل هاي الصفات اللي بيحكي عن حاله هون كيف نصنف هذا الشخص عنده زكاء عاطفي بيقدر فعلياً يستغله بطريقة صحيحة ليش عبقلك حتى على الصوت أو طريقة اللغة الجسد كليات بيكون متكامل يعني مع بعضه هو بيرسم لحاله هاي الشخصية خلينا نكون هلأ واضحين قبل كل شيء علاقة بعلوم التنمية البشري أو معلوم كل شيء علاقة بمهارات التنمية البشرية رح نقول هي من المأخودة للبشر يعني نحن نشوف الأشخاص الناجحين بالحياة ومنهم ناخد هذه القواعد فممكن اليوم يكون عندي أنا شيء علاقة بالتربية تبعيتي بالفطرة تبعيتي يعني الذكاء كيف يتشكل الذكاء يتشكل شيء بالفطرة شيء بالتربية بيظل الشخص يتبرمج لحتيكبر يتكون عنده هذه الصفات في كتير بالتدريبات نحن نروح ندرب أشخاص نلاقيها تمتلك هذه المهارات ومنعلمهم إياها هو بيرتاح أنه أنا أمتلك هذه المهارات هذه المهارات ما هي مأخودة ما هي مأخودة من البشر تمام يعني كل شيء استخلاص بعلوم أو بمهارات تنمية البشرية هي مأخوذة من البشر فممكن هذا الشخص يكون عنده هذه المهارات بسوء ما بيعرفها أو بيثقلها بشيء تاني بقوية بشيء تاني أو بيعرفها بالطريق الصحيح فأنا بعرفني أعمل يشتغل بالطريقة الصحيحة فاستثمر هذه المواهب اللي عنده إياها كمان أستاذ وجيه خلينا نحكي عن العوامل الخارجية وعن بعض الأدوات خلينا نحكي عن العوامل الداخلية في كتير أشخاص بيكونوا جيدين جدا بالمهارات التواصل بيمتلكوا الذكاء عاطفي ولكن ممكن يكون ضغوط معينة خليون يتغيروا أو يتغير طريقة تواصلهم بفترة معينة نشوفون عم بيحاولوا يبعدوا عن الناس لسبب معين مشاكل خاصة ممكن يكون ضغوط حياة ممكن بيئة ما عم يقدروا يتعاملوا معها كلها ياتها هيفا نفسه هو الشخص اللي كنا بيوم الأيام نقول أكتر حدا ناجح بالتواصل هلأ صار بعيد أو هاي كمان كيف أنا بقدر درب نفسي إنه قدر المستطاعة در حافظ على هذا الجزء من التواصل حتى لو كنت تعبان 100% سؤالي كثير مهم ومثل ما قلت حضرتك البيئة البيئة بتأسر وأنا ما كنت شخص متفاعل آخر شي أنا إنسان أمتلك مشاعر الحزن مشاعر التعب رح تعبى لمرحلة من المياه يعني تماما أنا مو دائما ممكن كون متواصل جيد مع الأشخاص لأنه أنا عندي هذه الضغوط النفسية وممكن ضغوط جسدية وا 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 إلى آخر تمام هلا نحن منقول ملاحظتين أول ملاحظة كل ما أنا حسيت حالي بضغوط نفسية كتيرة ألجأ للأشخاص اللي أنا هي قريبين مني اللي هي بتعرفني يعني أبعد شوي عن الأشخاص اللي ممكن أنا أتعرف عليها جديد شغل جديد طرق جديدة أشخاص جديدة لأ بس يكون عندي هذه الضغوط النفسية ألجأ للمحيط اللي هو بيعرفني اللي أنا بيتقبلني التواصل جيد للتواصلي السلبي الشيء الثاني نحن منقول هذا بنك المشاعر كل ما أنا كنت أعطي للأشخاص مشاعر إيجابية في أوقات ممكن أعطي مشاعر سلبية بس رصيدي عنده كتير كبير تماما فما رح يأخد مني موقف سلبي من أي موقف أنا أعطيته يا دغري أنا كنت لأنه مضغوط بهذه التواصل الشغلة الثالثة المرونة تماما أني أنا كون شخص مرن حقيقة أعرف حالي أني أنا هلأ مضغوط شو الشيء اللي بيخليني خفف الضغط مباشرة بحالي هذا هو واحد من قصص الذكاء العاطفين أنا أعرف نفسي درب نفسي سيمكن صعبة شوي يعني لما أعرف شو هي العوامل أو القصص اللي تخليني مضغوط سيمكن البيئة المحيطة بشكل عام الآن كلياتنا مضغوطين بشكل كتير كبير وبيقات العمل المعت مثل قبل المريحة بالعكس هي عم تسبب عمل ضغط كتير كبير ومكيفيني إلعب على التفاصيل يعني أنت بالمحيط عم تسلف طاقة إيجابية ومرونة وتواصل بس بالمطلق 80% و90% من محيطة تصير سلبي حتى ببيئة العمل يعني عامل التحفيزي بيلعب دور يعني بتشوف شخص فعليا عنده طاقة مستمر بالتواصل عم يحاول الانجز طاقة العمل عنده مختلف وفجأة بتلاقيه بتلوس بسبب ضغوطات كلياتة يعني كلياتة ونحنا بنعرف بيئات العمل اليوم بسوريا ماديا حتى ما بتكافأ نفسيا فبتلاقي لولا الشغف الموجود عندك يمكن ما بتكمل بهيدا المجال صح لأنه في ضغوط كتير ضغوط احنا بنقول التواصل هو ملجأ يعني أنت جاي على هذا العمل بالنسبة إليك أنت اليوم مضغوط ماديا نفسيا اجتماعيا نتيجة ضغوطات الحياة اللي عبيعاني فيها مثل ما قلتي أنت حضرتك في هذا الشغف طيب بنقول إذا أنت اليوم كل هدول مضغوط خلي ملجأك هو الشخص الثاني الإنسان الصديق يعني أنا اليوم مضغوط فس خليني كون صداء هذا الشخص اللي أنا اليوم بيخليني اجي على العمل برجعة بقول أنا اليوم ما بقدير اليوم مو بس بدي يكون عندي الحافز وهو الأساسي والي هو الحافز المادي بهذا الشغل فيه شيء من الحافز الثاني أنه أنا هذا المحيط اللي أنا جاي معنا مبسوط فييون إلا أنا ما في حافز الثاني ما حدا بيجع شرح تماماً مئة بالمئة يعني بالمطلق اليوم لأنه فيه اختلاف معي شيء مئة بالمئة 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 فخلي أنا يكون الإنسان اللي عبتواصل تاني معه ملجأي يعني كل الضغوطات خلي أنا يكون عندي هذا المتنفس هاي الصداقات اللي كونتها ضمن هذا الشغل لأنني عبيعيش أنا يهون نفس الضغوطات فيي فأنا ما بيصير إنقل ضغوطات الحياة مع الشخص اللي عب شوفه كتير أوقات نحنا منقوله حتى بالعائلة إنه رب العائلة أو الوالدة أو إله آخر فيه ضغوطات كبيرة إذا بدون يقلوها لقلب عائلتهم اليوم بده تزيد الضغوطات الضغط ونفس الشي بيشغلي أنا إذا بدين قول الضغوطات اللي عب تصير معي مع المحيط اللي أنا فيه بتزيد هذه الضغوطات اللي عندي حاول يكون الإنسان هو ملجأي بهذه الضغوطات طيب أستاذ زوجيه كما غيري نحكي عن الفكرة بالفترة الأخيرة صرنا نشوف كتير علم التنمية البشرية قدر إنه يدخل على تفاصيل بحياة الناس ويحاول على تغييرها التفكير أو طرق التواصل هل فيه إمكانية إنه تتغير هل فينا نقول هذا الشخص بنقدر نغيره نوع معين من التدريب نوع معين من الكورسات يعني بنشوف بره مثلا بيعملوا جلسات حوارية مع أعداد هائلة من الناس والأعمار المختلفة بتختص مثلا الحديثة عن الرجل والمرأة طريقة التفكير مشاكل الحياة بيعطوا أمس سلاحهم نشوف فيديوهات تنزل 30 ثانية مجرد ما تسمحي الفكرة بتحفزك على أسس معينة هل قادرين نحن نعمل هذا التغيير ولا صعب؟ تمام اللي نكون واضحين مع بعض هنن مهارات التنمية البشرية مشاما نقول علوم ونكبر حقيقتان الصفاء عليها تمام خلينا نكون واضحين فيه جزئية بتساعدني المهارات التنمية البشرية نكون واضحين بالنوع من التدريبات أكيد خصوصا الأشخاص اللي هنين هلأ فايتين على حياة العملية فايتين على حياة الزوجية أو إلى آخره فهي بتساعد بس اليوم ما فينا كمان ننكر في علوم تاني بتساعد هي علم الاجتماع وعلم النفس صحيح يعني فيه كمان اليوم فيه واحدة من القصص المراحل يلي أنا لا أصار بدي شيء له علاقة بعلوم النفس وعلوم الاجتماع صحيح مع الأساس هلأ مجتمعاتنا ما كتير بتآمن هي الخطوة الأولى هي الخطوة الأولى مهارات تنمية موارد البشرية هي الخطوة الأولى بس في بعض المراحل المتقدمة لأ نحنا بحاجة لعلوم تانية هي تدخل وهي أصلا متداخلة مع بعضها فأكيد نحنا اليوم التدريبات اللي بنعملها بالحد الأدنى إذا أنا شخص اليوم بدي ساعد نفسي هي أكيد كتير بتساعد هاي التدريبات في مرحلة من المراحل يجب تدخل علوم تاني لتساعد مهارات الموارد البشرية يمكن لهيك نائما منشوف ورشات تدريبية مشتركة بين كتير من القطاعات من بين تنمية البشرية هاي الورشات التدريبية الدين وهمة يعني اليوم نحنا عم نقول عشرة سنوات من الحرب كتير من الضغطات عم نعانية وكل حد عم يحاول فعليا يأسس بمكان عمله بس هاي الورشات التدريبية عم يشوف شباب صغيرة عم تكون موجودة في كتير ناس صدفناه هون بتقولي أنا قبل الورشة التدريبية كنتشي وبعد الورشة التدريبية قدرت فعليا بلش بالطريق الصح قدرت اتواصل أعمل لبداية الشغلة مني هاي الورشات قداش مجرمين اليوم لهاي الشباب ومو فقط مثل ما قالت التنمية البشرية هي قطاعات مشتركة يعني نحنا عم نحكي عن تشاركية للاستمرار فيها لكي لكون ممصف أنا بهذا المجال من 2010 يمكن أول السنوات من أزمتنا حقيقة كنا اليوم ناخد الشغلات اللي عبت تصير خارجية ونحاول نعممها مثل ما قلت حضرتك بفيديوهات أو أمسلة أو تدريبات من بعد سنتين ثلاثة حقيقتنا صار لعنا نماذج صحيح يعني إذن اليوم نحكي عن تدريبات المشروعات الصغيرة ما عد في داعي يجيب فيديو لشخص هو عمل مشروع رغم الظروف من برات سوريا صار لعنا حالات حقيقة اليوم من أجلال هذي الشباب رغم كل المعوقات اللي صارت معه قدر يعمل شي من اللاشي بتدريبات العلاقة بعلم الاجتماع علم النفس حقيقة اليوم تطورنا بمجال هذا التدريب صارنا عم ناخد الحالات اللي هي موجودة ضمن مجتمعنا فصارت تأثر أكتر يعني أنا وقت بعطيكي تجربة خارجية غير وقت بعطيكي التجربة الداخلية اللي عبتصير معي فصرنا عم نشوف نتائجها بطريقة أفضل صارنا عم نحكي واقع ما عم نحكي مع الشباب بطريقة غير واقعية ما عم ننظر عليهم صارنا عايشين معاناتهم لنقدر نحنا بعيدا عم التنزيل والمباشرة مئة بالمئة فكتير حقيقة صارت الأشخاص بطم أنت حضرتك بيقيل لك هنا قبل الورشة التدريبية غير لأنه عم ياخد شي عملي مباشرة هو مع بياخد بس نظري لأ عم ياخد وكيف أنا طبقة ضمن الحياة العملية مباشرة نعم طيب خلي نحكي كمان اليوم دائما نسأل هذا السؤال أنه نحنا ما عم نحكي شوية حكي يعني هنا مو مجرد شوية حكي هيك الظراف نحنا عم نقول أفكار وعم نحكي عن تجارب طويلة لهيك اليوم لكل يلي عم بيتابعنا وحابب يعرف أنا شو ممكن أعمل لحتى عزز طريقة تواصلي بالختام شو أبرز النصائح اللي بتحب تقولها حقيقة أول نصيحة بقولها هو الشخص يعرف ذاته معلش يقبل النقد اللي حواليه إذا أنا هذا الشخص طلبوا مني أني أنت اليوم تواصلك ما أنه جيد أو عم حس حالي أنا اليوم رفقاتي أو محيطي هنا عم بتواصل الطريق أفضل خليني أعترف بس أعترف بهذا الشي بدي دور كيف طم نمي هذه المهارة واحدة من المهارات هي الدورات التدريبية ممكن قراءة كتب ممكن فيديوهات ممكن خبراء أشخاص يساعدوني بس واحدة من الأصص اللي أنا هي بمجالي هي الدورات التدريبية اللي ممكن اليوم تكون خطوة لتساعده بتواصل عالي أكيد يعني حكينا عن نقاط كتير مهمة للاستمرار في التواصل وقداش مهارات التواصل مهمة بحياتنا الاجتماعية والعملية بشكل خاص نتشكرك الأستاذ زوجيه البني مدرب تنمية بشرية على وجودك معنا شكرا كتير لك شكرا لكم يا ساد صباحكم شكرا لك أستاذ زوجيه وعلى كل المعلومات اللي قلت لنا ياها ومتل ما بنقول دائما نور نحنا قادرين شوي بس نقدر نعبر عن نفسنا بشكل صح ومتل ما قال دائما بيكون في أشخاص هنن المقربين ممكن يكونوا السند لك بوقت معين مثل أنت ونحنا شركاء بكل الأوقات صحية فبرغم كل الصعوبات بس أحيانا إلا ما تلاقي هذا الشريك اللي بيسمعك بالوقت الصعب شكرا إليك